شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ومحافظة حضر موت اللواء الركم فرج سالمين البحسني حفل اقتتام مشروع تقديم الخدمات الصحية والتغذية المتكاملة في المناطق المتضررة عبر ستة فرق طبية وشبكة من متطوع صحة المجتمع في مديريات حجر وحريضة وغير بوازير الذي نفذته منظمة أنترسوس الإيطالية الدولية بتمويل من قبل منظمة اليونسيف وفي الحفل أشاد المحافظة بالجهود التي بذلت من قبل منظمة أنترسوس وتقدير السلطة المحلية بالمحافظة لكل الأعمال الإنسانية التي تخدم المواطنين خصوصا في المديريات النائية لافتا إلى أن العمل الذي قامت به المنظمة في مديريات حجر وحريضة وغير بوازير عظيم ويثلج الصدر لكون تلك المناطق البعيدة لا تتوفر فيها الكثير من الخدمات لا سيما في الجانب الصحي بسبب وعورات الطريق وتنقل المواطنين المستمر من أبناء تلك المناطق وفي اختتام الحفل تم تكريم عدد من الجهات التي أسمت في إنجاح وتنفيذ مشروع تقديم الخدمات الصحية والتغذية في مديريات المحافظة وتكريم العاملين فيها ترجمة نانسي قنقر